السلام عليكم ومشاركين ديالي كيد عيرين بس عليكم اليوم اغاندير معكم وحط طبق لي هو بايلة هاد الاكلة هادي مشتقة من واحد الكلمة لي هي بقايا وحط طبق ديال الورز اسباني وهالطبق هادا يعود الاصل ديالو الى الاصل الاندلوسية السلام عليكم الاعزائينو مختقين مليح نارا كيكم كغيجن طبق بايا اه ديالو طبق تقنص الارز اما تقنص يسرمن تقنكي سيسرمن نيغا ذو الخضراوات تقنكي سحتاذ اللحوم ولكن شنين عادة من أجل السابق في المطبق يجب أن نضيف الكلامر يجب أن يسرم سننضيف هذا الطبق بالحبار أو الكلمار هذا هو أكل وكلازوينة بزاف هي مأكولة بحرية كتعجب الناس بزاف لحقاش فيها بزاف ديها الفوائد مزيانة بزاف لها شاشة العظام كتساعد فيها أحماض أميغا تخوى صحة القلب الأوعية الدموية مهم عندها بزاف ديها المنافع والفوائد لصحة الإنسان طبق نباية نشطي الكلامار الآن نتمكن من الكلامار كما تريد الكلامار لديها 2 بصرين كيلو ديالكلامار شوية ديالقصبور مع التوماء قطاتو صغير البصل عندي جوج ديالبصل وحده حمراء وحده بيضاء العطرية تسكين جبير والكايمون شوية الفلفلة حارة هالطبقة يجي شوية حار مع شوية الملحة والجزر خيزو قطعته صغير صغير ثلاثة الخيزوات الجزر والفلفل الأحمر قطعت الفلفلة حمراء كبيرة قطعتها صغير وغسلت كل شي سوبتهم والمهم سنحضر معكم هالطبق وطبعا زيت الزيتون غني عن الطريف ولا زيت المائدة وكل واحد باش كي يطيب والأرز اللي هو الطبق الرئيسي من هذا الأكل سلقته لقد قمت بسيطة وغسلت وغسلت صفحة وغسلت وغسلت أخذ المعودة أكثر وغسلت لقد قمت بسيطة وغسلت لقد قمت بسيطة صفحة وغسلت بصلة حمراء وغسلت وخيزو وغسلت 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 الحبار من اللواء العربية سوف أغسلت قريبا يكونوا سوف أزيت لهم شوية ديال العطرية سوف أغسلت سوف أغسلت الكيمون ومسكين جبير وشوية ديال الملحة وأيضا شوية ديال الفلفل الحار لقد قمت بسيطة لقد قمت بسيطة لقد قمت بسيطة بالفلفل الحارة سوف أغسلت سوف أغسلت وغسلت نضيف وغسلت نضيف وغسلت أغسلت سوف أغسلت من اللواء لقد قمت بسيطة لقد قمت بسيطة وحكيت أغسلت 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 لقد قمت بسيطة أغسلت لقد قمت بسيطة نضيف الماء ونضيف الروز سوف أغسلت سوف أغسلت لقد قمت بسيطة سوف أغسلت ونضيف لقد قمت بسيطة قليلاً وهي أنا اليوم أغسلت معكم الطبق البايلة شهيته الصراحة هي واحدة كتجي اقتصادية وكل شي كتعجي بصغير وكبير هكي الشكل ديالة الآخير نضيف ومتنسونيش اللايكات ليه لكم والتعليقات والاشتراكات وحط الطبق اللي كنديرو هنا في مدينة ديال حسيمة اللي هي بايلة كندير با فوكي الباحر وبالآسمك كتجي من إزوينة